اهلا بكم في حصة مغاربية ونبدأ بالشان المغربي فبعد ازمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد دامت لأكثر من شهرين بدأت بوادر انفراجة في العلاقات الثنائية تلوح في الافق بعد تسلم وزير الخارجية الاسباني الجديد خسيمانويل الباريس منصبه الجديد بدلا من ارانشا جونزالس لايا الحكومة الاسبانية عرفت تغييرات اخرى على مستوى وزارتي النقل والعدل تعديل وزاري رجحت وسائل اعلام محلية انه محاولة لامتصاص غضب الرباط وزير الخارجية الاسباني الجديد الباريس اكد في اول خروج اعلامي له ان احد اهم مهامه في الفترة المقبلة يتجلى في اعادة العلاقات الى طبيعتها مع المغرب ووصف الباريس المغرب بالجار والصديق الكبير في معرض حديثه عن اهمية التوصل وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاقليميين وتحديدا المغرب العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريب شهدت في الاشهر الاخيرة تدهورا بسبب استقبال اسبانيا زعيم جبهة البوليساريو الانفلسطيلية ابراهيم غالي بهوية مزورة ووثائق مزورة ايضا قبل ان يتأجج الموقف بازمة عبور مهاجرين غير نظاميين الى مدينة سبتا المحتلة في محاولة لدخول اسبانيا ارشا جونزاليس لايا خارج تشكيلة حكومة بيدرو سانشيز الاسبانية بعد اقل من عام ونصف على تعيينها كوزيرة للخارجية اعفاء من مهمها الدبلوماسية بعد تصريحاتها ومواقفها على خلفية الازمة بين الرباط ومدريد وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة هي التي صنعت الازمة مع المغرب باعتبارها كما كشف ذلك الجيل الاسباني انها منحت الضوء الاخطر لابراهيم غالي من اجل دخول التراب الاسباني وبالتالي فان اقالتها يمكن ان يفهم منها على ان الحكومة الاسبانية تريد ان تتجوز الخلاف مع المغرب بسبب طريقة التدبير التي يمكن ان تصف بانها كارثة من طرف وزيرة الخارجية السابقة وبالتالي تعيين وجه جديد يفهم المغرب جيدا له علاقة جيدة مع المغرب الوزير الجديد الباريس صرح بان الاولوية القصوى اليوم هي اصلاح العلاقات مع المغرب ووصف المغرب بانه الصديق الكبير الآن الجراناميغو وهذا يعني هذه عبارة لا تقال ان من سباتيلي البلدان التي لديها تقل استراتيجي في العلاقات الخارجية مع اسبانيا اذا هذا مؤشر نسباتيلي هذا مؤشر ايجابي تصريحات بنبرة ايجابية صدرت عن وزير الخارجية الجديد تشكل حسب مراقبين تغيرا في موقف مادريد ومؤشرا على رغبتها في رأب الصدع وتجاوز خلاف بدأ مع دخول ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو الى اسبانيا بهوية مزورة تعلق هذه المبادرات التي تقوم بها الدولة الاسبانية هي فيها اعادة نظر حقيقي للمقاربة التي كانت معتمدة منذ 40 سنة وبالتالي هي ايضا خطوة الى الامام في اتجاه يعني التجاوب مع المقاربة التي يقودها المغرب وهي اعادة النظر في العلاقات الخارجية على مستويات متعددة لانه في ارتباطها ايضا بالواقع المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم بين الثابت والمتغير في العلاقات بين بلدين تقربهما الجغرافيا ويبعدهما الاختلاف في المواقف في قضية الصحراء المغربية تظهر توقعات ببداية نهاية توتر يوصف بالعميق بين الثابت في موقف المغرب الرافض لتوجه اسبانيا الاخير في علاقتها بملف الصحراء المغربية وبين متغير لهجة الدبلوماسية الاسبانية يطرح السؤال حول قدرة الوافد الجديد الى الدبلوماسية الاسبانية على اعادة الدفء والتوازن للعلاقات بين البلدين في ازمة وصفت بالغير مسبوقة فتو المرابطي قناة الغد من مدينة العيون جنوبي المغرب حول هذا الموضوع ينضم الينا من الرباط عبد الفتاح نعوم الخبير في العلاقات الدولية من مدريد الامين خطاري الكاتب والمحلل السياسي اهلا بكما معنا في حصة مغربية ابدأ معك سيد نعوم اذا تم ابعاد وزيرة الخارجية الاسبانية خالفتها الجديد يقول المغرب جار وصديق كبير كيف تتلقى الرباط هذه الاشارات الاسبانية اهلا وسهلا بالنسبة لي ان الرباط قد رسمت سقفا يعني فيما يتعلق بهذه الازمة حينما قالت في بيان من احد البيانات الذي صدر خلال هذه الفترة الماضية والذي نص صراحة على انه الموضوع يتعلق بخلاف عميق حول الوحدة الترابية المغربية مع اسبانيا وينبغي على اسبانيا فعلا ان تغير وتعيد النظر في مواقفها حول المغرب وحوية هذه المسألة وبالتالي فكل ما فعلته اسبانيا الآن هي تحاول ان تلتف على القضية التي ارتبطت بالدخول الغير الشرعي والغير السليم والذي لم يحترم علاقات الجوار للمدعو ابراهيم غالي الانفصالي يعني الزعيم المرتزقة يعني المناوئي الوحدة الترابية المغربية فهذا يعني السلوك الذي قامت به اسبانيا وبعد تلكؤ كبير يعني يعني بالنسبة لي ان وجه من اوجه يعني سوء ادارة حكومة سانشيز لهذه الازمة هو تلكؤها لمدة طويلة حتى يعني قدمت على هذا التعديل والذي هو يعني الموضوعه الاساسي هو يعني تغيير وزيرة الخارجية او اقالة وزيرة الخارجية لكن حاول ان يؤتت المشهد باقالات لوزراء اخرين لكي يظهر الامر وكأنه مجرد تعديل الحكومي يتعلق بشؤون داخلية وامتصاص غضب داخلي اذا في نظري انه يعني لحد الان لا يوجد هناك اي رد رسمي مغربي لكن اكيد انه كما قلنا في البداية يعني في اكتر من المناسبة انه هذه الازمة يعني لن تبلغ سقفا يعني بعيد لمدى يتعلق يعني بقطيع نهائية بالبلدين لان هناك ملفة ضغطة وهناك يعني قضايا ومصالح كبرى لكن ايضا الامر لا يمكن ان يبقى على نفس الحال الذي كان عليه حيث اسبانيا تمعن في الاضرار بالوحدة الترابية المغربية من قبيل صدافة يعني الانفصاليين او من قبيل يعني كل المناوئات التي تقوم بها الوحدة الترابية المغربية سيد خطاري على صعيد الوضع الداخلي في اسبانيا كيف هي ردود الفعل حيال هذه التغييرات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بوزارة الخارجية الاسبانية وتصريحات الوزير الجديد تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة الغد بالفعل يعني الوضع الاسباني تحديدا اذا استعرت يعني تعبير صحيفة الباييس وهي احدى كبريات الصحف الاسبانية تحدثت عن ما قالت حرفيا يعني سانشيز يضحي بارانشا من اجل علاقته مع المغرب يبدو انها كانت رسالة نحو الجار المتوسطي رسالة تهدئة على ما يبدو او على الاقل هكذا يجمع اغلب يعني المتتبعين والمهتمين صحيح انه كانت ذم تغييرات وزارية اخرى لكن على ما يبدو كان الهدف الاساس هو اذابة الجليد مع الجار المغربي من المعروفة وهنا اسمح لي ان استعير على سبيل المجاز يعني في ثقافة مصارعة الثران الاسبانية عندما يسقط الثور يتم سحبه من الحلبة لعادة ترتيب المشهد من جديد انا اعتقد انه تم يعني سحب ارانشا من حلبة الصراع السياسي مع المغرب من اجل ترتيب المشهد من جديد لكن سيد خطاري هل مشكلة لكن هل مشكلة اسبانيا ومع المغرب يعني هي مشكلة مع ارانشا وغونزاليس لايا ام مع الحكومة الاسبانية لايا في النهاية هي موظفة تنفذ ما يملأ عليها من تعليمات بطبيعة الحال هذا هو المطروح لكن في العادة لم نشهد تاريخيا ان تغيرت حكومة باكملها بسبب خلاف مع جارة او حكومة اخرى الاشكال او ما ارادت على الاقل او ما يريد الاسبان تمريره انه اذا كان ذم خطأ دبلوماسي ارتكب بقيادة سيدة كانت هي المسؤولة الاولى عن حقيبة الخارجية انه تم استبدالها بوجه جديد وليس اي وجه هذا الرجل لديه خبرة بالشأن المغاربي يتحدث اللغة الفرنسية بشكل جيد يفهم طبيعة يعني الجوار طيب لكن ماذا ماذا عن باقي التغييرات التي طالت وزارات مثل العدل والنقل هل لها علاقة ايضا بحال حالة الازمة مع المغرب حقيقة اود هنا ان اشيري لان وزير النقل خلال يعني الازمة صرح تصريحا حقيقة يعني لم يكن يتوقع حين تحدث عن حق اسبانيا في ادارة المياه المرتبطة بالصحراء الغربية وانه يحق لها وفق اتفاقية المتحدة اعتبر الكثير من المغاربة هذا استفزازا بالنسبة لوزير العدل كان مرتبط بملف ابراهيم غالي وبطبيعة الحال ان المغاربة لم يرضوا تماما عن التخريجة التي تم فيها التعاطي مع الملف على كل حال اعتقد انها رسائل تهدئة يفترض ان المغرب سيستلمها وان البلدين الذين تجمعهما مئات يعني العلاقات الاقتصادية والامنية والاجتماعية وتاريخ من التعايش المشترك سيعودان اخيرا الى يعني تدعيم علاقاتهما والعودة الى صفاء المياه كما السابع الدبلوماسية المغربية سيد نعوم الى حد هذه اللحظة لم تعلق على هذه التطورات الاخيرة وربط ما يجري في اسبانيا بربما تحسين العلاقات بين المغرب واسبانيا ان كان تغيير الوزيرة ان كان ايضا تصريحات الوزير الجديد غير كافية ومطلوب ما هو اكثر من مجرد تصريحات ودودة يعني كيف ترى مستقبل العلاقات في ظل هذه التطورات الى اين يمكن ان تصل هذه المؤشرات هو يجب ان نقرأ هذا في سياق الطريقة التي اضار بها البلدان علاقاتهما منذ مدة طويلة يعني عمليا منذ تمانينات يعني منذ ان سقط نظام فرانكو اتفق البلدان ضمنيا يعني العقلان الاستراتيجيين للبلدين اتفق على انه يجب فصل ملفات الخلاف عن ملفات تعاون ولذلك شهدنا منذ سنة 82 تدفقا وتنوعا وزخما كبيرا في التعاون بين المغرب وبين اسبانيا على صعيد العدد كبير من الملفات وبالمقابل بقيت ملفات الخلاف قائمة المشكلة هو انه مع حكومة سانشيز ومع شخص سانشيز نفسه يعني منذ يعني ان زار هو المغرب سنة 2012 هؤلاء يعني النخبة الذين يوجدون في الحكومة الحالية لاسبانيا تعاملوا بمنهجيات مختلفة يعني للأسف هي المنهجية الموجودة في الجارة الجزائر يعني مدام هناك خلافات يجب ان ننسف تعاون يعني يجب ان نذهب او نعمق الخلافات اكتر وهذه المنهجية التي ذهبت الى اسبانيا هي التي ادت الى هذه الازمة الحالية لان اسبانيا لم تقدر مطلقا الحاجيات يعني احتياج البلدين لبعضهما البعض للتعاون بينهما للملفات الكبرى التي يعني اديرت طيلة يعني ثلاثة عقود او اربعة عقود دون يعني ان يحدث هذا الاستضام الذي يكاد ان يودي او ربما مازال يكاد ان يودي حتى بتعاون على صعود يعني تعاون في الصيد البحري وتعاون التجاري واقتصادي وما الى ذلك وحتى تعاون امني فلذلك المغرب ما زال منتزمن بمنهجيته لكن المغرب الان اليوم وهذا قالته يعني الخارجية المغربية في اكتر من المناسبة مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس ما الذي تغير هو انه المغرب الان هو قوة اقليمية عظمى في مداهل حيوي هو رابط بين نصف الكرة الارضية الشمالي ونصف الكرة الارضية الجنوبي المغرب الان على صحنه ينشأ حلف دولي جديد يعني بشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية ومع الصين ومع القوة العظمى في العالم فبالتالي اسبانيا ما زال لديها في عقلها يعني الباطن او في الدولة العميقة في اسبانيا ما زالت هناك بعض الطيارات تنظر بنظرة الماضي بنظرة المستعمر بنظرة فوقية الى المغرب هذه النظرة يجب ان تزول وان يتم تغييرها والاشتغال عليها داخل اسبانيا لانه مثلا اذا اردنا ان نكون يعني دقيقين في توصيف ما حدث حتى بين الاحزاب الاسبانية الحزب الشعب الاسباني وتعليقاته على حكومة سانشيز وعلى وزيرة خارجية ووزير الداخلية وحتى ايضا يعني الحزب البوديبوس هؤلاء هذه الاحزاب هي تزايد الآن على حكومة سانشيز لكن هي ادازة هذه الاحزاب لديها نفس المواقف يعني لديها نفس المواقف من القوة الاساسية اذا مثل ما تقول المغرب اليوم ليس هو مغرب المغرب بالامس هنا وريد ناسا لسيد خطاري يعني هل ما تزال الاجراءات القضائية اجراءات موقضات يعني ابراهيم غالي او حتى على صعيد ما تم من قبل الحكومة الاسبانية بادخال غالي بهوية مزورة هل ما تزال هذه الاجراءات مستمرة لا يزال يعني الجدل القضاء مطروح في هذا السياق ولا يزال ايضا البحث حول كل يعني الملابسات التي على اساسها يعني دخل ابراهيم غالي لانه ثم جمعيات تتابع هذا الموقف وتتعامل بشكل شبه يومي مع مصالح القضاء الاسبانية اشير فقط في الحديث يعني تعقيب على كلام الزميل الحقيقة ان الاشكال وهذا سؤال يطرحه علي حتى الاسبان هنا من الذي تغير حتى تصبح السياسة المغربية بهذا الشكل الذي يصفونه يعني بين قوسين بالعنيف اتجاه اسبانيا هذا التغيير الراديكالي في نمط التعاطي المغربي ربما هو الذي لم تضع له اسبانيا حسابه اعتقدت ان الامور لا تزال تسير كما في السابق يبدو ان تغيير عواعد الاشتباك بالنسبة للدبلوماسية المغربية يعني غير المعادلة هل سيغيرها نحو قوة وتعاون افضل ام انه سيعيد مشاكل جديدة لكن فيما في السابق الدبلوماسية المغربية وجهت تساؤلات صريحة ومباشرة الى نظرتها الاسبانية بخصوص اما ابراهيم غالي او حتى قضية الصحراء بشكل عام وزير الخارجية الجديد في اسبانيا كيف سوف يجيب على هذه التساؤلات اعتقد ان هذا الوزير مهمته الاولى هو الاطفاء يعني هو وزير خارجية الاطفاء على ما يبدو بحسب تصريحاته الاولية الرجل يجيد لغة الدبلوماسية ويجيد لغة الحوار مع المغرب اعتقد انه سيسعى لاطفاء هذه الازمة ما حصل حصل ترتيب اوراق اللعبة في المستقبل وفق المعايير الجديدة التي يبدو انها رسمت في السياسة والدبلوماسية الخارجية المغربية هذه المعايير لم تكن ضمن البروتوكولات المعتادة سابقا وعلى اسبانيا ان تتعامل معها في المستقبل بشكل اكبر لتفادي اشكالات جديدة سيد نعوم هناك تصريحات وان كانت غير رسمية تفيد بان وزير الخارجية الجديد الباريس سوف يتوجه في زيارة رسمية الى الرباط يعني ما شروط المغرب اليوم كي تتجاوز هذه الازمة مع اسبانيا في نهاية البلدان جاران ولن تدوم هذه الازمة للأبدا ليس كذلك طبعا هذه الازمة لن تدوم ولن تذهب الى قلت الى سقف الذي قد يتوقعه البعض وخصوصا الاخوة في الجارة الشرقية لن يذهب الامر الى تصعيد كبير جدا في المنطقة لكن هو بمثابة وضع للنقاط على الحروف من طرف المغرب يعني لكي لا تتكرر مثل هذه السلوكات التي تسئل حسن الجوار بين المغرب وبناء اسبانيا لكن على الاسبان فعلا أن يقوموا بالتغيير الحقيقي المرجو والمطلوب والذي يعني زيوت بيت حسنية على الأقل يعني اتجاه المغرب هناك ملفات علقة كثيرة بين المغرب وبناء اسبانيا المغرب يعني يمكن أن يفتح هذه الملفات في أي وقت يعني نحن لا نعرف أجندة الدولة المغربية لكن اسبانيا يجب أن تعرف أنه هناك جار مسؤول يعني يقدر الجوار ويترك يعني كل الملفات لسياقها المناسب يعني هذا وزير الخارجي الإسباني الجديد هو كان سفيرا لإسبانيا في فرنسا أكيد أنه قريب من النخب الفرنسية ويعرف جيدا العلاقات الفرنسية المغربية ويعرف أن المغرب بلد مسؤول يعني المغرب لديه علاقة تاريخية مع الدول الأوروبية كلها وهذا السلوك يعني السياسي الخارجي الجديد للمغرب تجاه ألمانيا وتجاه فرنسا تحديدا هو يتناسب مع درجة العدائية التي أبانت أنهاتنا الدولتان وتحديدا إسبانيا يعني لأنه ألمانيا يعني سريعا ما تراجعت الخلف يعني ولم تستمر في نفس السلوكات لكن إسبانيا تمادت وتمادت كثيرا باستقبالها للزائم الانفصالي الآن يجب أن يصحح هذا الوضع أن يصحح بسلوك ديبلوماسي تجاه الانفصاليين وتجاه الزائم الانفصالي يتناسب مع الطريقة التي دخلت أكيد الحل والتفاوض أشكركم جزيلا من الرباط عبد الفتاح نعوم الخبير في العلاقات الدولية من مدريد الأمين الخطاري الكاتب والمحالي السياسي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة